هذا البرنامج برعاية أمانة كابيدر مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في حقيبة جو سأتناول في هذه الحلقة عدة عملات وأيضا معادن سأتناول على كل عملة ما هي التأثيرات لتحرك العملة يعني ماذا يحرك اليورو يتأثر بماذا هل يتأثر بماريو دراقي أكثر شيء أو يتأثر بالتيسير الكمي أو يتأثر باليونان من يحرك هل يونان تحرك اليورو 30% مسؤولة عن حركة اليورو أو لا أو أكثر وما إلى ذلك ستناول الباوند وستناول العملات أخرى طبعا سأبدأ ببريطانيا خصوصا أن الاستفتة مهم جدا وكان الباوند عاش استفتة من قبل مع سكوتلاندا سنشاهد كل هذه الأشياء التي تتركز على ذلك ونبدأ مع أول فقرة وهي ستكون طبعا سنبدأ بالباوند طبعا بالنسبة إلى الباوند مثل ما بتعفو استفتة خروج بريطانيا بالنسبة إلى الزوج نحن باوند دولار وهو الأكثر أهمية لاحظوا هون استفتة خروج بريطانيا طبعا عم بيكون هون اجتماع الفيدرالي الأمريكي لأنه عم نشاهد نحن الباوند مقابل الدولار وبالتالي عم يأخذ قوة الزوج كان بالسابق من الدولار ولكن الآن ماذا يحصل هناك جبهتين أول جبعة في حدث استفتة بريطانيا يخص العملة البريطانية وهناك اجتماع الفيدرالي يخص الدولار إذن الزوج يتعرض إلى ضربة قوية جدا من أمريكا ومن أيضا بريطانيا حدثين مهمين يعيش فيهم حاليا الزوج خصوصا أن الأمريكان على الباوند دولار على الدولار والبريطانية استفتة على الباوند طبعا كان الباوند مربح حالي تقريبا استفتة خروج سكوتلندا من المملكة المتحدة ولكن لم يحصل ذلك ولكن حصل بعض التحركات شاهدناها على الباوند لكن سكوتلندا الآن تعود بريطانيا تحرك مش سهل كان أنه يأتي حدثين كبار وحدثين بأهمية كبرى أنه تخرج أو سكوتلندا أو بريطانيا والسترليني يعود مرة جديدة إلى مناطقها حاليا تقريبا هو يدافع عن نفسه أكتر وهو مناطق كانت فوق الـ 41 وقت تسجيل الخلق طبعا عادة كيف يتحرك الزوج من المعروف كان بالسابق أنه اليورو والسترليني يصعدان مع الأسهم والبورصات يعني كنا نشاهد فوتسي الكاك والداكس يصعدان يصعد معهم اليورو والسترليني ولكن هذه العلاقة نوعا ما صار فيها بعض المشاكل بطلت العلاقة طردية 100 في 100 وبالتالي رجعت خربت كل هذه العلاقة الكبيرة جدا لكن بالسابق كانوا يتحركوا تقريبا من نفس الشيء عند مجيء مارك كارني شهدنا صعود كبير جدا على البون لأن صار في حديث كبير جدا وحديث بكوة أنه سيكون هناك رفع للفائدة على السترليني وبالتالي هذا الحديث الكبير على السترليني عطا ووديه فوق مناطق 71 و72 وأيضا المهم كان أنه كان عمل أداء أو كثير الاقتصاد البريطاني تفوق على كان أفضل اقتصاد إذا بدنا نقول الاقتصاديات المتقدمة بأوروبا تفوق على منطقة اليورو تفوق على ألمانيا وما إلى ذلك وشاهدناه كان أفضل الاقتصاديات الأوروبية أداءا وكان في حديث عن كلام الفائدة ومجيء مارك كارني كل هالعوامل خلت السرليني يذهب إلى مناطق فوق 71 طبعا سنتحدث كثيرا جدا أنه شو بفيد السرليني بالاقتصاد البريطاني وما إلى ذلك ولكن دعوني أخذ أول ستينج وأتابع مشاهدين الاسرليني مهم جدا ليس فقط لبريطانيا ولكن أيضا مهم لكل المستثمرين في الخارج لماذا؟ من المعروف أن الكثير من الأسرية يشترون بيوت في لندن وبالتحديد في وسط لندن الفاخر وبالتالي لازم يشتروا السرليني ثم يشتروا البات لأن البات يباع بالسرليني يعني سعره يكون مثلا نصف مليون باوند أو مليون باوند وإذا لازم يشتروا باوند لا يشتروا البات إذا حصل أي تصحيح كبير جدا على السرليني وأيضا حصل تصحيح كبير جدا على البيوت وخصوصا القطاع الفاخر في وسط لندن هون الخصم يكون مزدوج لأنه أخذوا خصم على العملة وأخذوا خصم على البات لذلك أيضا يراكب كثيرا من الأغنياء والأسرياء وأيضا من الصندوق الكبيرة جدا ليس فقط الأغنياء هناك الصندوق التي تصطاد العقارات في أوروبا وبالتالي تراكب الاسترليني أي تراجع الاسترليني 30% مع تراجع بيوت 10% مثلا هذا تراجع على سعر البيت بالنسبة إلى الأجنب 40% أخذ ديسكاونت على البيت خلينا نشاهد كيف يراكب طبعا المصر هون عم نشاهد السترليني يلعب دورا كبيرا في قطاع العقار البريطاني بالنسبة إلى الخارج لأنه البريطاني طبعا على طول معه باوند ومع ذلك ما هتفرق معه كتير ولكن الأجنب الذي لا يملك الباوند هو اللي رح يتأثر أكتشيه وحيريه وخصوصا الصندوق الكبيرة جدا أي تصحيح كبير ذكرت هذه الأشياء أيضا من شاهد أنه ليس كل العقار البريطاني هو جزاب وخصوصا أنه عم يصير فيه ارتفاع كبير جدا في الفاخر والفاخر بالتحديد بوسط لندن إلى أن طلعت الصرخة بشكل كبير جدا ولا يستطيعون الآن أن يشتري الطبقة المتوسطة أي بيت خصوصا بالوسط السنتر تبع لندن هنشاهد النقاط التالية طبعا قبل الأزمة العالمية هون بدي ذكر أنه السليني وصل لمستويات مش الكيل يمكن بيتذكرها أو يمكن انتبه له وهي ما كانت واحد فاصل خمسة شيء أو واحد ستة وخمسين واحد ستين أو واحد حتى سبعين وقتها لفت النظر لا وصل أيضا إلى مناطق فوق الاثنين يعني عم الشيء لأنه اثنين فاصل واحد وما إلى ذلك ولكن عند انفجار الأزمة العالمية انهار بشكل دراماتيكي وبالتالي وصل تقريبا إلى مناطق قريبة إلى واحد أربعة وثلاثين طبعا لاستليني مع هالسقوط الحر اللي عمله اللي هو من الثنين إلى الواحد أربعة وثلاثين عم تكلم في هون بألاف النقاط اللي حصلت خصوصا أنه هون يعني تقريبا أكتر من تقريبا سبع تلاف نقطة سجلة التراجع كبير كان بالأزمة العالمية رجع رد ولكن الرد اللي رده رد إلى مناطق كانت قريبة عن القمة السابقة اللي شاهدناه عند الواحد أثنين وثلاثين ثم ضرب مرة جديدة ولكن معروف عنه لاستليني أنه واحد خمسين أو واحد ونص واحد تسعة وخمسين هذه المنطقة وبالتحديد أيضا بين الاربعة وخمسين والثمانية وخمسين تسعة وخمسين هلما شاهدها على صورة كاملة هو الأكثر تداولا عم بيكون وبالتالي آخر القمة اللي شاهدناها كانت فوق الواحد سبعين لا يستطيع أن يعود مرة جديدة إلى مناطق الثنين لا يستطيع حتى أن يثبت عند مناطق فوق الواحد سبعين أكثر من أسبوع يعني حتى إذا بتشاهدون على الشموع الشهرية وأيضا الشموع الأسبوعية لدينا فقط عدد ضئيل جدا من الشموع الأسبوعية اللي متديول فيها فوق الواحد سبعين وبالتالي عنده صعوبة كبيرة ليس في تسجيع الواحد سبعين ممكن يصير فيه أي سبايك ويطلع ويسجل الواحد سبعين ولكن أنه يصل ويجلس هناك فورا يتعرض لشورت كبير جدا وبيوع كبير جدا بهذه المستويات طبعا هيك بكون تقريبا هلأ بنا ندخل لأنه باليورو بس كلمة أخيرة على الاسترليني لسترليني قوته أو أهميته دائما أنه لندن هي مركز كبير جدا ومركز خليني أقول للتعاملات المالية وخصوصا أنه التعاملات المالية في لندن بتشكل عشرة في الخدمات المالية في لندن بتشكل عشرة في المئة من الاقتصاد البريطاني لاحظوا الخدمات المالية التي أهميتها يعني السيرفز اللي عم بيكون بلندن مهم جدا 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 بخصوص الاقتصاد البريطاني وبالتالي هذا يؤثر بقوة على الاستفتة اللي عم نشاهده واللي منتظرينه بشكل كبير جدا ستينغ ونتابع مشاهدين سننتقل إلى اليورو طبعا اليورو مهم جدا لعدة أسباب خصوصا أنه تين أهم عملة في العالم بعد الدولار طبعا ورغم مشاكل اليورو ورغم مشاكل الأعضاء دائما هناك ركض وطلب على اليورو ما الذي يؤثر باليورو؟ هل يونان بتحرك اليورو أكثر من دراقي؟ هل التي سي كمي ولا يجب يحرك اليورو؟ أو في زوج اليورو دولار القوة تأتي دائما من الدولار خصوصا بالفترة الأخيرة وهو يحرك الزوج أكثر من اليورو ومشاكل اليورو يعني الفيدرالي بطريقة مباشرة هل هو مسيطر أكثر على اليورو مقابل الدولار بمعدل سعر صرف اليورو مقابل الدولار خيائزة بالآن ونشهد بعض طبعا كل المشاكل اللي وجهها اليورو وقديش عم بيكون تأثير العوامل العامل اللي رح نتكلم عنه بداية اليونان من الطبيع أن نتكلم عن اليونان لأنه اليونان شغلت الإعلام بالسنوات الأخيرة وكانت عامل مهم بالتحركات السعرية الكبيرة والتذبذب العالي جدا لشهده اليورو خلال فترة الأخيرة وبالتالي ميركل أيضا دخلت بقوة بس نشاهد ميركل كنا ندغر نطبع الصورة أنه يورو دراقي طبعا هو أهم شخصية حاليا على اليورو وهنا أكثر الشخصيات التأثير إذن اليونان ميركل دراقي وما حسن من الشخصيات التالية طبعا اللي هي عم بتساهم بعمليات الإنقاذ أو ما إلى ذلك كمانا كان فيه أزمة كبيرة جدا غير اليورو غير اليونان على اليورو وهي أتت من الدول الجنوبية وخصوصا بورتغال إسبانيا إيطاليا إيرلندا وهذه الدول بالإضافة إلى اليونان لعب الدور وسميت الديون السيادية ورجع إيجا مصطلح اللي هو الخروج اليونان ولكن الديون السيادية مش مثل اليونان نوعا ما خرجت من الواجهة لأنه استطاعت الدول أنه تستطيع تتكيف مع الأوضاع وما إلى ذلك ولكن كل هذه العوامل أوجدت تزبزبا عاليا على الزوج هذا اليورو مقابل الدولار طبعا اليورو مقابل الدولار دائما ما نشاهد أنه في السابق هناك مستويات كانت عالية جدا وصل إليها اليورو مستويات يمكن مثل ستليني كيف وصل فوق اثنين اليورو وصل واحد ونص وواحد ستين وضرب بهذه المستويات ولم يعد إليها أبدا وبتاتا يمكن عملها ثلاث مرات فقط أو أربع مرات يصل إليهم تداول مع إغلاق أو إغلاق أو تداول بدون إغلاق مستويات واحد ونص وواحد ستين كانت قبل الأزمة ومناطق كانت الباع بامتياز أو كانت تعطي إشارة أنه باع بشكل كبير جدا وكل مرة كان يوصل عند مناطق الواحد ونص أو واحد ستين كان يجو به ببيوع بأكتر من 3000 نقطة طبعا هذه العوامل كلها أدت إلى هذه البيوع الكبيرة جدا على اليورو وبالتالي كان دائما يغبط ويتراجع سأتواقف الآن مع فاصل أفصل الحلقة قسمين ثم أعود مرة جديدة إلى اليورو هذا البرنامج برعاية أمان كابدا هذا البرنامج برعاية أمان كابدا مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في الفقرة الثانية من حقيبة الجو نتناول فيها أهم العوامل التي تؤثر على العملات المهمة جدا في العالم ما الذي يحركها وما هي العوامل الأبرز التي تحرك سعر العملة كنا تنوانا للساليني أنا كمانا أصب من اليورو أتابع مع اليورو لاحظوا مثل ما ذكرنا اليورو كان مستوية 61.5 و 61 كانت قبل الأزمة مناطق بعمتياز أيضا ما كانت القعان قبل أن نسجل هذه القعان اللي عم نشاهدها حاليا كانت عند 1.04 كان في مناطق يرتد منها بقوة جدا وهي 1.18 و 1.23 وقت أزمات اليونان ووقت الأزمات العالمية وهذه كانت المناطق بامتياز الشراء يعني نص و 60 كانت البيوع فوق ال 1.5 حتى فوق ال 1.44 و 45 وهون 18 و 23 كانوا شراء ولكن الأبرز أنه الديون الأوروبية لم تسجل قاعدة 18 الأزمة العالمية سجلتها والديون الأوروبية عند 23 مع أنه أنه هي عامل داخلي الصفحة التالية رح نتناولها أيضا دائما مع اليورو نحن كنا نشاهد أنه هذه التأثيرات اللي عم بتكون على اليورو كمين حتمتد بالنسبة إلى عوامل رئيسية العناوين الرئيسية كانت صار فيه امتداد لهذه التحركات يعني انتهينا من أزمة اليونان وما إلى ذلك دخل مصطلحات جديدة أو عوامل جديدة وهي كانت إطلاق التيسير الكمي الأوروبي هذا الإطلاق التيسير الكمي الأوروبي على الزوج أثر بقوة وضرب الزوج من الواحد عشرين إلى الواحد أربعة بالتحديد يعني صار ضربة كوية جدا وكان أنه الزوج يذهب إلى مناطق التعادل الواحد يعني تتعادل اليولو مع يتعادل مع الدولار وأيضا أتت قرارات جديدة غير الأزمات وما إلى ذلك اللي هي الفوائد بالسالب كمين كانت عم بتأثر على الزوج طبعا حاليا بما أنه ما فيه كثير كل هالأخبار والاهتمام كله برفع الفائدة على الدولار عم نشهد أنه من الصورة أنه فيه دولار على يورو دولار عم نشهد أنه الدولار هو عم بحرك الزوج أكتر من اليورو وبالتالي يستفيد الزوج أكتر من حركة الدولار هذا كنا تكلمنا يعني ها هي الإشاة الجديدة اللي دخلت بالفترة السابقة طبعا ما هي الحركة لهذا الزوج هل هو يتحرك كيف هل هو يتحرك كان مع البورصات نعم كان يتحرك دائما مع البورصات كان يتحرك مع الدكس الألماني بشكل كبير جدا وكان أيضا يتحرك مع الفوتسي بشكل ارتفاع كبير جدا ولكن تغيرت وشاهدنا أنه لأنه الدولار كان عكس الأسواق صار الدولار يصعد مع الأسواق بفترة من الفترات وبالتالي اليورو صار عكس الأسهم واختلت هذه العلاقة الترضية صارت أوقات تصير علاقة عكسية بعد التي يصير الكمة غير بشكل يعني لا بأس به بالشكل كان على العلاقة التي حصلت اليورو مع اليان أحيانا كانوا بالفترة الأخيرة يصبحوا هم كعملات ملاز ويأتيوا عليهم وقت تراجع الأسواق رغم أن اليورو واليان يمتازوا اثنينيتهم أنه فيه عليهم تيسير كمي منطقة 1.14 و 1.17 لاحظوها كثير على تشارت وخصوصا الأسبوعي إذا كنت تشاهدوها على الميتا تريدر أو على غيره فيه صعوبة في اختراقها حاليا عنده يعني ممكن كتير أنه ينصل على هذه المستويات ويداول فوق ولكن عنده صعوبة أنه يجلس أو يستمر أو يصمت فوق هذه المستويات إذن هذه كانت كل تقريبا كيف كان عم يتحرك بالمرحل السابع شو تغير بتحركاته المناطق وكيف أنه عم يقتعليه رغم أنه فيه تيسير كمي طبعا أيضا هون اللي بدنا يعني نذكره هون ولا ممكن ما نذكر اليورو مع الباوند لأنه العلاقة الكبيرة جدا بين بريطانيا وبين منطقة اليورو أول ستينك بتيني فقرة ونتابع مشاهدين من الطبيعي أنه نتناول موضوع زوج بريطانيا مع منطقة اليورو لأنه مهم جدا هو الأكثر معنيا طبعا هذا الزوج يختلف عن الأزواج الأساسية لأنه لا يوجد دولار بالزوج وبالتالي هو من الأزواج المتقاطعة والكروس وحركته كمينا نقطة تختلفه هي أكثر من العملات الرئيسية طبعا بريطانيا مع اليورو بمثل هذا الزوج قبل أزمة اليونان كان متوقع أنه كيف كان هلأ أنه متوقع كان متوقع أنه متوقع أنه متوقع أنه متوقع أنه متوقع للباوند مع اليورو لاحظوا وهو من الأزواج المتقاطعة المهمة جدا وعليا سيولي وتجذب دائما سيولي ومن أكثر الأزواج أيضا المتقاطعة التي بتجذب أيضا سيولا طبعا التحرك السعلي عنده أقل من الأزواج المماثلة لأنه نقطة كمينا مؤذية وعالية جدا خيزب إلى طبعا نحن هنا كنا نقارن بريطانيا مع منطقة اليورو إخد زوج تيني موجود في الباوند وهو باوند يان باوند يان أي شخص بالعملات بيعرف أنه الباوند يان هو من الأزواج الشعبية يمكن أكثر زوج شعبي وبالتالي بيرقبه مثل اليورو مقابل الدولار يلقب بالزوج المجنون لأنه كان يعمل أشياء وتحركات كبيرة جدا أي شيء تتوقع منه ويتحرك بشكل كبير ويجب أيضا الحذر عند التعامل مع هذا الزوج لأنه بيؤدي إلى أرباح كبيرة جدا ولكن بيؤدي إلى خسائر كبيرة جدا هذا هو الباوند يان الملقب بالمجنون الشعبي كبير جدا للمتداولين ويتحرك أكثر من دولار يان وأكثر من اليورو يان رغم أن اليورو يان بالفترة الأخيرة بأسنوات الأخيرة صار عنده حركة كبيرة وجميلة أيضا من الباوند يان أنطقل سريعا أيضا إلى الأسترالي مقابل الدولار طبعا هون ببعود إلى الأسترالي مقابل الدولار الأسترالي أكثر شيء يؤثر عليه هو ليس الدولار هو ليس أستراليا أكثر شيء يؤثر عليه الصين الصين تحرك الزوج بشكل كبير جدا بعدها بيأتي قرارات الفائدة على الدولار الأسترالي طبعا هو يلقب من عملات السلع عادة علاقة ترضية مع الأسهم كمان بيصعد مع الأسهم والبورصات بيرتفعوا وبيتراجع معهم أول دولة كانت رفعت الفائدة بعد الأزمة العالمية الصين هي التأثير الأول والكبير على الزوج بشكل امتياز لأنه أكبر شريك لأنه انتجاري هو الصين على الدولار الأسترالي طبعا دولار الأسترالي بالفترة الأخيرة أيضا شاهد نيمن باعما وصل إلى بسنوات الأخيرة إلى 1.10 و 1.12 صحح بقوة هو عند مناطق اللي هي السبعينات بذهب إلى جارو جارو هو نيوزيلندي مقابل الدولار طبعا الكاري تريد هوني نيوزيلندي مقابل الدولار علاقة طردية دائما مع الأسهم ومع الأسترالي إجمالا يمكن أوقات بيكون ارتفاعاته ومش تماثل الأسترالي أو تراجعاته ولكن تقريبا بمعظم الأوقات العلاقة طردية معهم الصين مثل ما مأسرة بقوة على الأسترالي مأسرة بقوة على النيوزيلندي خصوصا أنه بتشتري منهم الحليب وأيضا يتحرك كاتجاه صاعد أو هابط أكثر منه تذبذب ماذا يعني؟ ذلك يعني يأخذ اتجاه واحد مثل الغاز مثل حركة أسعار الغاز يتحرك بفرد اتجاه من الصعب المضارب عليه إذا كان هناك اتجاه إذا كان يرسم اتجاه يجب الحذر أن يصير فيه شورت ويأخذ الربح فقط على الكعان الصاعدة يجب الانتباه لأن يركب ترند ترند بيستمر لفترة طويلة هذا كان نيوزيلندي مقابل الدولار وأذهب الآن إلى الكندي الأهم ولكن سأتوقف لمرة أخيرة مع ستينك ثم أنهي الحلقة مع الكندي وإذا تبقى من الوقت مشاهدين أصل إلى نهاية الحلقة سأنهيها مع الكندي طبعا الكندي مهم جدا قبل ما اتنول هذه الأشياء عن الكندي لوحظ أن الكندي في الفترة الأخيرة كان بالسنوات الأخيرة لا يستطيع الكندي الدولار الكندي أن يعادل الدولار الأمريكي أو يكون أقوى منه إلا إذا كان النفط 100 دولار وما فوق وشاهدنا بالسنوات الأخيرة أن دولار مقابل الدولار الكندي هو عن 0,92 و94 والنفط هو فوق المئة الدولار أو بحدود التسعين 110 و120 دولار لمن نهار النفط شاهدنا الدولار الكندي تراجع بشكل كبير جدا وصعد زوج الدولار مقابل الدولار الكندي دعونا نرجع إلى الدولار الكندي يعتبر من عملات السلع طبعا مهم جدا الزوج عنده علاقة عكسية مع النفط نشهد هنا أنه الكندي لأنه الدولار يصعد عندما يتراجع النفط وبالتالي عنده هذه العلاقة العكسية تأثير مزدوج من الفيدرالي ومن النفط كمان هنا عنده تأثير قوي جدا يجي تأثير من النفط وعنده تأثير من الفيدرالي لأنه الكندي كأنه عم بتكلم نفط وجاذب الكثير من دولين مؤخرا شاهدنا أنه من صعد تقريبا إلى مناطق وسط 1.47 نحن نتكلم أننا كان صعد من 94 0.94 إلى 1.47 وخصوصا بالفترة الأخيرة تحرك الزوج بعد التدولات الضيقة التي عملها بأكثر من سنتين آخر معلومات التي نشهدها التي كانت على الدولار مقابل الدولار الكندي سأذهب إلى الدولار مقابل الين الياباني طبعا هذا من أهم الأزواج مراقبة وعنده علاقة عكسية بامتياز مع الأسهم يعني من شهده أنه الين الياباني هو بعلاقة عكسية دائما مع الأسهم طبعا وبالتالي رغم أنه واجه تيسير كمة مرتين يعني عنا تيسير كمة على الدولار وانتحينا منه ورجع تيسير كمة على الين الياباني لكن الزوج معرض ل 2 تيسير كمة كانت بالسابق تيسير كمة الأمريكي وهلأ تيسير كمة على الياباني لو أنه مجمد ومشهد أنه الزوج هو تقريبا مؤشر للأسواق ومؤشر لصحة الأسهم وما إلى ذلك وأكتر من هيك أنه كزوج يتداول عادي لا هو الدولار مقابل الين الياباني بالتحديد هذا فقط الزوج بين كل الأزواج الأخرى مراقب بشكل كبير من اليابان بشكل كبير جدا وبالتالي مهم جدا معدل الصرف على شركات اليابان وما إلى ذلك وشاهدنا في السابق كيف كانت ترتفع الصراخ عندما يرتفع الين الياباني وحصوصا أنه موصل عند وقت فوكوشيما الانفجارات عند 75 ونص رجع نهار الياباني مع التأثير كمي ومجيء تشينوز وأبي ووصل إلى مستويات اللي هي 125 و128 دولار مقابل اليان آخر النقاط من أهم الأزواج مراقبتا وشاهدنا كل هذه الأشياء أتصور أنه هاكم نصل مثل ما زكرنا كمان كم بعد فيه الشركات اليابانية تراقبه بقوة لناها فوكوشيما هنا ضربت اليان إلى أعلى مستوى له وتدهور اليان مثل ما قالت مع تشينوز وأبي واستعاد دور الملازل الآمن رغم أنه رغم أنه يعني خليني أقول رغم أن تأثير الكم فيه نصل مشاهدينا إلى نهاية البرنامج طبعا بدي أذكر بالتويتر وكيفية التواصل عنواني على تويتر أتجو أندرسكور هوا وان هذا عنواني على تويتر بشرفني كتير متبعتكم شكرا مشاهدينا وأيضا شكر موصول للمخرج جناح كنج وأيضا على سي جي أحمد كمان أيضا بدي أذكر هون أنه بالنسبة كنا ختمنيها مع الدولار مقابل اليان ياباني كان فيه تحركات على الدولار الفرنج السويسري دولار على الفرنج السويسري اللي شاهدناها كان الأقل تحركا بالفترة السابقة ولكن فاجأ السنة الماضية أنه شاهدنا ببداية 2015 كيف ضرب الأسواق عندما فجأة يورو مقابل الفرنج السويسري شيلوا الغطاء الواحد عشرين وبالتالي كانت المرة الوحيدة اللي الفرنج السويسري من وقتها رجع هدي نوعا ما من بعد ما عمل هذه القضة والضربة الكبيرة جدا في طبعا سوق العملات طبعا ولكن بضل أنه الأهم هو مراقبة يورو مقابل دولار هيكون تقريبا نحن عملنا كل شيء من أهم الأزواج التي يتأسى عليها شكرا مشاهدينا ونرجع ملتقى فيكم بحلقة مقبلة هذا البرنامج برعاية أمان كابيتر